بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في مواضيع الباب الثالث Computer Performance Measures ننتقل في هذا الدرس لنتحدث عن موضوعين واحد Other Performance Measures Other Performance Measures المعني بها ما هي مقاييس الأداء الأخرى غير التي عرفناها في الدروس السابقة اثنان Amdahl's Law قانون أمدال الذي يستخدم لقياس التسريع الناتج للحاسد بعد أن تم تحسين أداءه نبدأ بالموضوع الأول Other Performance Measures ونستعرض ثلاث مقاييس جديدة غير التي أكملناها في الدرس السابق في الدرس السابق تحدثنا عن مقاييس CPI والCPU Time والMIBS في هذا الدرس نتحدث عن المقياس الأول وهو ما يختصر بالMFLOPs وهي مختصر من جملة Million Floating Point Operations وفي هذا المقياس نحسب للحاسب كم عدد Floating Point Operations بالملايين التي يمكن إنجازها في الثانية الوحدة كما نرى في القانون MFLOPs equal number of floating point operations عدد العمليات التي تستخدم نظام Floating Point على الزمن المستهلك لإنجازها ثم نقسم على 10 مفول القوة 6 حتى يكون الناتج بالملايين وتصبح الإجابة لهذه المعادلة هي ملايين Floating Point Operations في الثانية السؤال ما هو Floating Point؟ Floating Point وبدون الدخول في تفاصيل هذه التقنية نقول أن الحاسبات تتعامل مع أرقام ثنائية صحيحة Integers كما تتعامل مع أرقام ثنائية فيها جزء صحيح وجزء كسر Integers وFraction مثلا هذا الرقم الثنائي واحد واحد Point Zero واحد هذه الفاصلة التي كتبناها هنا تسمى الفاصلة السنائية وهي مثلها مثل الفاصلة العشرية في النظام العشر كيف يعرف الحاسب أن الرغم الثنائي الذي يتعامل معه هو رغم صحيح أو رغم به كسر هناك طريقتين لتبليغ الحاسب بوجود فاصلة ثنائية طريقة الأولى تسمى Fixed Point أو الفاصلة الثابتة في هذه الطريقة توضع الفاصلة الثنائية في السجلات في أحد موضعين إما في أقصى يسار السجل أو في أقصى يمين السجل وبها يعرف الحاسب أن محتويات هذا السجل به جزء صحيح وكسر الطريقة الثانية هي طريقة في هذه الطريقة نضع الرغم الثنائي بدون فاصلة في سجل ثم نضع الفاصلة في سجل آخر والحاسب من السجل الذي يحتوي على الفاصلة يعرف أن الرغم الموجود في السجل الثاني ورغم الثنائي به جزء صحيح وجزء كسر وبما أن الرغم الثنائي قد تكون الفاصلة فيه في مواقع مختلفة إذن توضع الفاصلة في السجل الذي يحتوي الفاصلة في مناطق مختلفة حسب الرغم الثنائي لذلك سميت بالFloating Point وهذا المقياس الـ MFLOP هو يستخدم مع الحاسبات التي تستخدم نظام الفلوتينج بوينت أوبريشنز لنحسب به كم عدد ملايين الفلوتينج بوينت أوبريشنز التي يستطيع الحاسب إنجازها في الثانية الوحدة وهذا يعطينا مؤشر على سرعة هذا الحاسب المغياث الثاني هو الـ arithmetic mean أو الوسط الحسابي ونحسبه بنفس طريقة حساب الوسط الحسابي التي نعرفها من الرياضيات إذا كان عندنا عدد من العمليات يساوي N وكل عملية أو تعليمة يستهلك الحاسب زمنا لإنجازها فإننا نجمع هذه الأزمان المختلفة لإنجاز العمليات ونقسمها على عدد العمليات ونخرج بمتوسط زمن تنفيذ العمليات لهذا الحاسب فمثلا إذا كان عندنا خمسة عمليات العملية الأولى تستهلك زمن غدره T1 العملية الثانية تستهلك زمن غدره T2 والثالثة T3 والرابعة T4 والخامسة T5 فإننا نجمع هذه الأزمان T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 ثم نقسم على خمسة وهو عدد العمليات ناتج هذه العملية يعطينا متوسط الزمن الذي يستهلكه الحاسب لإنجاز العمليات ومثله المقياس الثالث الجيومتريك مين ولكنه هذه المرة وسط هندسي وإذا طبقنا نفس المثال لإيجاد الوسط الهندسي للحاسب الآن نأخذ الزمن الأول T1 ثم نضربه في الزمن الثاني T2 ونضربه في الزمن الثالث T3 وفي الزمن الرابعة T4 وفي الزمن الخامس T5 ثم نأخذ الجزر الخامس لناتج هذه المضاريب هذا يعطينا الوسط الهندسي ونقول أن هذا الحاسب له متوسط الزمن إنجاز للتعليمات يساوي كذا توسط هندسي